اشتركوا في القناة فيهرس محتويات المحاضرة بداية من مقدمة عامة حول وما هي مراجعات او ما هي ادبيات بيطلق عليها الدراسات السابقة يعني هو بيطلق عليها الادبيات الدراسة او الدراسات السابقة في بعض الابحاث بالولارة العربية هتلاقي او السب تايتل مكتوب داخل البحث الدراسات السابقة واخرى بيطلق عليها ادبيات الدراسة النامين زي مراجعة لهذه الادبيات ومحتواها وبعدين نبدي نعرفها او نبقى عارفين ما هي هذه الدراسات او ما هي هذه الادبيات كيف بتختلف هذه الادبيات وبتقدم from an academic research paper يعني احنا ازاي بتكون هي مختلفة لو عرضناها مسلا في كتاب او لو عرضناها بالacademic paper لان نخدوا بالكو زي ما احنا دائما بنتحدث ان الacademic research paper مواصفات معينة زي ما مثلا عرضنا في المحاضرة السابقة الورقة المقدمة وازاي بيكون ليها شكل محدد والورقة بتاعت التايتل وازاي بيكون ليها شكل محدد برضو هندخل في التلتر ريبيو واني لازم يكون ليها طريقة محددة وطريقة معروفة في كتابتها وتدوينها داخل الورقة العلمية هنيجي بقى على فرع اخر و ask yourself questions like this انا لو سألت نفسي مجموعة من الاسئلة اه الاسئلة زي باجابتها هتجدني استطيع ان انا اضع اه الادبية او الدراسة المنسبة لموضوعي اه من خلال اجاباتي على هذه الاسئلة ما هو الغرض ما هو الغرض من هذه الادبيات ولماذا بيتم وضعها داخل الدراسة وهل هي بتوضيف للدراسة طب هاي هي اه ينفع تكون دراسة مش محتوية عليها كل ده هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله في المحاضرة بتاعتنا اه بعدين هنتكلم على اه زكي ستيبس يعني الخطوات الخطوات المفتاحية او الخطوات الاساسية او الخطوات الرئيسية لطريقة آه 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 عشان نقدر نكتب وندون آه بطريقة سليمة وصحيحة وهناك المجموعة من الخطوات هننشوفها مع بعض بإذن الله آه سيرج فور آآ سورس ازاي هقدر ابحث عن آآ سورس ومصادر بتكون ريليت وذاتة صلة ومش هينفع ومش اي دراسة سابقة تصلح انها تدخل جوة الأكاديميكي سيرج بيبر بتاعتي لازم يكون لها مواصفات معينة ولازم يكون لها اشكال وشكل محدد وعنوان محدد هنتعلموا كله خلال المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله آآ هننتقل آآ إلى الانترودكشن المقدمة تعتبر آآ آآ الأدبيات أو آآ الدراسات السابقة خلينا طول الوقت يكون المصطلحين التليشة ريبيو ترجمتهم العربية في بعض آآ التخصصات وبعض الدول ويطلق عليها دراسات سابقة وبعض التخصصات وبعض الدول يطلق عليها أدبيات الدراسة سواء كده أو كده هي النفس المضمون والمضمون بتاعها بيعني ايه يا جماعة؟ يعني رسائل والماجستير والدكتورة والبحوث العلمية المنشورة والغير منشورة اللي بيتم الإسعان بيها في موضوع وليلية يعني بيعلاقة بالموضوع بتاعي يعني أنا مثلا على سبيل المثال بعمل حاجة عن آآ الإعلام الرقمي ودوره في زيادة الوعي آآ ضد آآ التخين أو ضد المخدرات هبتزي أدور على الدراسات والأبحاث والرسائل آآ والبحوث المنشورة والغير منشورة واللي موجودة على في موجودة في الجورنال آآ آآ الجورنال هنا معناه مش الجورنال آآ أو الجريدة أو الصحيفة لا معناه المجلة العلمية يطلق عليها جورنال آآ ده المصطلح البتاحها وترجمتها مش هي هي ترجمة الحرفية هي معناها اللي هي آآ الدورية اللي بيتم أو المجلة اللي بيتم نشر فيها البحث بتاعي بتزي أدور على موضوع قريب منها آآ وأبتزي أعرضه بطريقة هنتعلمها النهار آآ طبعا آآ زي ما احنا قلنا إنه ليتشار ريبيو بتساعدني جدا على إني آآ هيلدتسيو بيلدد يور نولدش هاي بتساعدك على ان انت آآ تبني معرفها آآ باوت يور ميجر نيور فالب في المجال بتاعك آآ انت بنتعلم آآ ام بورتن كونسيبتس يعني آآ خلينا نقول نفاهين جديدة بطرق بحثية جديدة. مجالات تكنولوجية جديدة واختبارات بتكنولوجية جديدة. كل حاجات دي بتستخدم في مجالك بتاعك. سواء كانت حاجات تكنولوجية طرق بحثية. كل الحاجات دي بتكون مفيدة جدا لك. وبتساعة كلها آآ على ان احنا نحل دائم ساعدنا على حل الظاهر المحيطة بينا في العالم والمشاكل والموضوعات البحثية اللي بتبقى موجودة محيطة بينا زي انا بعمل مراجعة بقى دي. هو هو عايز يقول لك هنا آآ ان مراجعة الادبيات. كأنك بالضبط بتعمل خلفية آآ قرائية آآ متعمقة. آآ آآ في الاول بتفتيش تجمع معلومات آآ علمية لها علاقة و و و مهمة آآ آآ و آآ كل ما كانت آآ 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 كل ما كانت تقدر ان هي تقدم ليك معلومة جزيدة. آآ آآ المعلومة اللي انت بتاخدها والمعلومات بشكل عام. اللي انت بتاخدها ك ك ك كباحث. وانت بتعد المشروع بتاعك او انت بتعد آآ آآ الرسالة بتاعتك ليست مكتصرة على ما سيتم اخذه آآ آآ من آآ آآ احنا تقريبا بنضع في البحث بتاعنا من رسالة كبيرة او بحث كبير بنطلع عليه برا جروف كده. حوالي مسلا آآ آآ من عشر خمستاشر بكتير عشرين سطر. ولكن انت بقى لما بتجي تفتح الدراسة وبتعمل لها آآ 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 ريفيجن تعمل ومراجعة كاملة. بتعمل عملية تطقيق لحاجات كثيرة. انت بتستفيد. بتستفيد من المفاهيم اللي موجودة. بتشوف وهو صاغ الأهداف ازاي. كتب التساؤلات ازاي. يعني انت بتدون آآ آآ في فنوت خارجي آآ آآ ملاحظاتك اللي هي بترجع تفيدك. اطلاعك على عشرين خمسة وعشرين ادبية او دراسة سابقة. هتخليك تبقى انت متعمق ومتشبع بفكرتك ومتون خطير عن الموضوع. مش بس الموضوع والطرق البحثية اللي تم اعدادها. بتشوف رسالة هنا ورسالة هنا ورسالة نشرة في العربي. وكمان انت لكن بتعمل درسات عربية ودرسات اجنبية يعني من التنوى. واحيانا بيبقى في محاور. الناس بتقسم عن محاور بحمر اول زي ما قلنا مرة اللي فاتت في حلقة النقاش ان السيستم الاساسي اللي هي العناصر الاساسية معروفة. ولكن في ناس بتغير بعض. طبعا مثلا في ناس بتعرض الادبيات اللي هي بتشوفها لدرسات عربية ودرسات اجنبية. والناس سيتقسم الدرسات لمحاور. كل محاور بيكون بشكل معين وله علاقة بشكل معين بالموضوع. مدارس وانماط درق مختلفة ولكن هي المراجعة تتعود بالنفع الشديد جدا. بحث مش بوجرد البراجراف اللي بياخدوا يحطه في بحثه ولكن انكم بيكون اطلاعه الكامل وتكوين معرفة وباددراوند عن الموضوع يخليه متشبع وقادر على ان هو يقدم في موضوعه كل ما هو جديد. طيب. ما هو الكليتشا ريفيو؟ هو يعني ايه بقى يا دكتور الكليتشا ريفيو؟ هي عبارة عن عملية مسح سيرفيبا. مسح للمصادر العلمية. بتبتيجي تشوف بداية من الجورنال وكل التروحات اللي موجودة. انت بتبتيجي عندك اكتر من مكان متقدر تعمل سيرش فيه. اما انك تكون مسلا موجود على احدى بنوك المعلومات وبنوك او قواعد البيانات. او انك تكون اه عندك اكسس على انك تدخل في مكتبات اه دولية ومكتبات فيها كم كبير من الموضوعات. او احيانا اه اه بنبتزي نعمل مسلا سيرش على الانترنت من خلال جوجل تكتب الاعلام الرقمي والوعي ضد دور الاعلام الرقمي في الوعي ضد ضد اه ضد التدخين او ضد المخدرات. وتكتب جنبها بيدي اش? ومبونك وسين كده اه او بحس او المقصود با كمان على فكرة مش مقالة هي مقصود بها يعني مقالة علمية. يعني انا انا فهم ان انتو فهمين ان كلمة دي من تخصصنا اللي احنا خدناكو اللي انا في اللي خدناها قبل انه نتخرب ان الجورنال هو جورنان او جريدة او صحيفة. وان دي دكتور المقالات اللي كنا بنكبها. لا. في البحوث العلمية ده مصطلح شائع يعني جورنال ارتيكلز هي مقالة علمية بتنشر في المجلة علمية. زي بالزبط ما كلمة احنا كلنا عارفين ان هي مشكلة. مشكلة يعني شيء سلبي احنا ما تحط فيه. ولكن المشكلة اللي موجودة عندنا في البحوث العلمية معناها موضوع الدراسة. الموضوع اللي حواليه الدراسة. سواء كان موضوع ايجابي او سلبي. دي كلها مصطلحات خاصة بمنهجات البحث العلمي واحنا دايما بنتدرجها وبنعرفها. ببتزي بقى زي ما بقول ان انا اعمل طول الوقت علشان اطلع بكم كبير من المعلومات واعرفت الطرق والنظريات وبيسموها الجابس اللي هي الفجوات. يعني ايه الجابس? الجابس دي اللي هي اه الحاجات اللي ما تناولهاش اه زملائك السابقين في اعداد هذا البحث اللي انت مفروض فيها بقى. هي دي اللي انت بتقدر تعرفها في اه لما تكون بالاطلاع عن. طيب. اه اه فكرة ان احنا بنبتزي نعمل اه اه منقشة. اه اه الديسكشن دي ما بتكونش ما بيني اه وما بين اه حد لأ لنا ما بيني وما بين نفسي هي ان انا ازاي هكون اه هعمل جمع بتاعي واشوف المعلومات اللي هي اه المعلومات المنشورة في بتاعتي وابتدي اعمل لها عملية ريليت اه واشوفها هي مرتبطة بموضوعي ولا لأ وابتدي كمان اشوف المعلومات المهمة والمصادر المهمة اللي هما لجأوا ليها بس اخد بالك اه انا انا مش 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 اه ابدا هينفع ان انا لما ايجي اه اعمل على البحوث اللي تبق اللي سبق ان هي اه اتعملت في المجال بتاعي ان انا اه اشوفهم هم اخدوا من واخدوا منه كده كابي بست دي سرقات علمية. امال ما بيني اعمل ايه? انا دلوقتي مسلا فتحت بحسة للدكتورة مهتاب. هي عاملية عن الاعلام الرقمي والوعي بالتدخين. لقيتها مشتعينة بعشرين دراسة سابقة. العشرين دراسة سابقة دول فيهم اه خمسة او ستة دراسات اجنبية واربعتاشر دراسة عربية. اقوم انا اخدهم كلهم زي ما هم كده احطوهم عندي في البحث بتاعي? لا. غلط. امال ايه المطلوب? المطلوب ان انا بعمل حاجتين. الحاجة الاولية ان انا بستعين بدراسة الدكتورة مهتاب قصة. يعني هو ده الدراسة اللي انا استعينت بها. واكتب عنوين الدراسات الاخرى وارجع للسورس. ارجع للمصدر بتاحهم. ارجع للمصدر بتاحهم علشان هستفيد بيهم واخد منهم من رؤيتي انا. مش من رؤية مهتاب اللي صاغد الدراسات السابقة. طيب. انا طبعا كل حاجات دي هتسعيد ان انا الاقي تفسير جديد. طب انا لو هتناول نفس الموضوع بتاع الاعلام الرقمي والتدخين اللي اخدته دكتورة مهتاب. هاخده من الجابس بقى. من الفجوات اللي مهتاب سابتها ومنها ابتزي انا اقوم اه اه با اه العملية الافالويت بقى اعمل عملية التقيم وابتزي ادور على حاجات زي تصيلة بي اكتر وفي موضوعي انا بعيدا عن موضوحها هي. اه اه دلوقتي هل في حد ممكن يستطيع استخدم في مجال اخر غير التركيز في الورقة البحثية بيبقى على الفكرة الجديدة. ازاي اقدم فكرة جديدة? ازاي يكون عندي ظاهرة وتم تناولها سابقا واقدم فكرة جديدة. من المرجح قوي ان انا 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 الاقي الدراسات السابقة دي موجودة طبعا كجزء من الورقة بتاعتي ولكن المهم ان هي تدعمني لزوء الرؤية جديدة. والرؤية جديدة دي هتزهر لما يظهر اللابس اللي موجود في الدراسات اللي قبل كده. اقوم انا ابتدي اقيد. والله ده هي لما اتعرضت لدراستها ما تناولدش. اه مسلا صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي زي اللي هي زي السوشيال ميديا. اه والله ده هي اه يعني بعدت عن كزا. طيب يبقى انا ازا بيجي اعمل عملية توليفة جديدة اه واقدر اركز على الملخصات اللي بتطلع لي الموجود. ولكن اه الدراسات السابقة في ناس يقول لك مسلا ايه? الكتاب يعتبر دراسة سابقة. بعض الباحثين بيستعين بالكتاب كدراسة سابقة. ولكن لما بيجي ايدها ده نمط اجنبي شوية. احنا بنستعمل رسائل الماجستير والدكتوراء والبطوص العلمية المنشورة والغير منشورة. الديفرنت هنا بيكون بين ان انا هاخد الظاهرة دي اعمل لها كتاب علمي واني هاخد الظاهرة دي اعملها في ورقة علمية بحسية. لان الكتاب العلمي يناقش بشكل نظري. اما احنا لأ لأ احنا بنعرضها بصور مختلفة تماما اللي هي مقدمة اهداف اهمية مشكلة لينا آآ نمط معينة. لماذا بعد ما اتعرضنا طمحنا ممكن بعد ما نبتزي آآ يعني نشوف الدرسات السابقة زي نقايد بقى زي آآ ملاحظات ونكتفي بهزا القدر. ليه نخدها اعطاها في البحوث بتاعتنا. علشان هي بتزودك آآ بيعني خلينا نقول بدليل. بتساعدك طول الوقت. آآ آآ ممكن مراجعتك للأدبيات دي بتعطيك آآ نقاط كتير تقدر تنطلق منها لأفكار جديدة. ما احنا قولنا ان احنا لما بنتناول هذه الدراسات آآ بشكل جبير من البحوث السابقة بيبدأ لكل بحث عنده جابس معينة. اقوم انا ادخل في هذه الجابس وانطلق منها في هذه الفجوات واخرج منها بايه بفكرة جديدة. آآ 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 عمق واتساع الافكار بتساعدني اكتر على اني اقدم معلومة مختلفة. وايضا زي ما احنا قلنا خلفية الصياغة هو آآ عمل مثلا صاغ بطريقة معينة كتب بطريقة معينة قدم بطريقة معينة كل دا بيساعدني آآ آآ هي في 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 المجمل هي مور ايمفورتان وفيري ايمفورتان وبتزاعد بتساعد جدا على النمو المعرفة وبتساعد جدا على ان انت تقدر تقدم معلومة مهمة ومفيدة في بحثك القادم آآ آآ وهي بتخدم البحث لان هي بتعلي نسبة هي بتعلي نسبة نصدقية دراستك. والله ده انا ما عملتش الدراسة دي واحدة. يعني عملت الدراسة دي في نسبة اني بسنوات عملوا دراسات متابهة وتوصلوا لنتائج تاكد تكون متشابهة وتاكد تكون تكون فيها اتفاق وأحيانا تكون هناك اختلاف. ولكن ان البحث ده لا ده تم العمل فيه. طب هيجي حد يقولي يا دكتور طب نفترض ان انا بحث ده جازي. ده دي تماما ونادر وانا اول واحد فكرت في الفكرة. وارد جدا. او نادر جدا مش لاقي غير اربع خمس بحوز سابقة او دراسات سابقة. لازم بتكتب بقى. في الاخر بعد ما بتخلص الدراسات السابقة بلقى في حاجة اسمها منقشة آآ الدراسات. رؤيتك انت بقى انت عادت شهر ولا شهرين تجمع في الدراسات السابقة. وقعدت بقى تكتب وتؤيد. بتيجي بقى في المناقشة دي. وتكتب ان انت ما قدرتش تصد الى خمس الى الا الى خمس ابحاث فقط. نظرا لنظرت هذه الفكرة وحدوثتها مسلا ان هي حديثة جدا. وان انا تناولتها من زاوية مختلفة تماما. وان انا بحثت في مجلات تهلمية مختلفة. وقواعد بيانات. وآآ مكتبات عالمية. ودخلت على مكتبات جامعات. وعملت كل حاجة. عملت كل حاجة. ودورت بكل الطرق. ونزلت كمان بعض المكتبات للجامعات الكبيرة. وحاولت ابحث في المكتبات الوراقية. وقواعد المياهات الموجودة فيها. ومعارض الكتاب. يعني انا احيانا الاقي حدد يتواصل معايا يقولي هو في معرض الكتاب بتاع القاهرة الدولي. انا محتاج منه كتاب معين او بحثة معين او دراسة معين. هل هي موجودة? ده بيبقى باحث بيعمل موضوع نادر وعمل ندور على قد ما يقدر. والله خلاص انت قتلت الموضوع بحث بتقول في المناقشة عندك اللي هي تعقب وبعد الدراسات السابقة على طول لازم تقول ان انا عملت كذا كذا. وده يرجع ايه? لماذا اهمية الدراسات السابقة? وانك لازم تذكر هذا الامر اللي انت بحثت وآآ بالفعل آآ يعني اجتهدت جدا في البحث عني. من هنا بقى بيجي لنا آآآ العنصر هنتكلم فيه ايه هي اهميتها بقى? انت عادت تقول لنا بقى كل الكلام ده ولنا ايه هي اهميتها? زي ما احنا قلنا هي بتعمل عملية تبرير. هي بتبرر لنا. احنا احنا بندرس البحث ليه? هي بتساعدنا. هي بتساعدنا ان احنا آآ نضع آآ اطار للمعرفة ونبقى عارفين الماتيريال ونقدر نجمع الموضوعات القريبة منا. هي بتساعدنا على حساب الامباكت اللي هو آآ آآ يعني آآ الراجع الصدق والصورة الذهنية والفكرة اللي موجودة والمعلومات الاخيرة آآ آخر معلومات توصلت في هذا الموضوع. آآ هي بتحضر لنا آآ العديد وبتحضر لنا العديد من آآ آآ الحقائق اللي موجودة لهذا المجال. الريسيرش جابس دي يا جماعة احنا كلمنا لغير الوقت عليها كزا مرة. هي مهمة جدا هي بتساعدك على ان انت تبني آآ فكرة جديدة اللي قدامك ما 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 قدمهاش ولا آآ ولا هو ما 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 تناولهاش فا انت تبتيجي تشتغل عليها. هي بتعمل عملية تأكيد لان انت فعلا ماشي في موضوع حقيقي. هي بتزودك قولنا كمان آآ بالمعلومات اللي هي بالموضوع آآ آآ ومعارفة. آآ آآ بتحطك على ان انت زي تعمل عملية تحطك على طريق اعداد آآ يعني مستقبل بحسي مهم بك. آآ مكملين برضو آآ في آآ آآ ما ده اهمية هي بتعمل عملية آآ آآ احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان في حاجة اسمها آآ يعني الرؤس السؤال الرئيسي. السؤال اللي بتدور حوالي محور الدراسة. هي بتعمل لك عملية تبرير بقى. آآ بتساعدك على وضع الاطار. الفرامورك ده هو الاطار اللي انت هتشتغل من خلاله. آآ وتنجح من خلاله. وتقدر تكون عندك نقاط قوة. آآ هي بتساعد كمان على وضع عملية آآ نقاط القوة. آآ وكمان بتساعدنا على ان احنا آآ نكون محتمدين على منهج. مهم لان انت بتتعرض لمنهج مختلفة بتشوف منهج مختلفة واساليب مختلفة. هي بتزيد من آآ عملية مقارنة الادبيات بقى. يعني مقارنة الادبيات اللي هي تتفق وتختلف. يعني ايه تتفق وتختلف? انت بتيجي تشوف دراسة آآ دكتور آآ مسلا آآ محرز غالف. ده دكتور صحافة اعلام كبير عمل عن الاعلام الرقم لدروف التدخين. ومهيتام عملت عن الاعلام الرقم لدروف التدخين. انت مهيتام وغداها من نقطة وهو واخدها من نقطة. فتتجي تقول ايه? واتفقت دراسة الدكتورة مهيتام. او مفيش بقى ده كترة. ما بتيجي تكتب جوة الفتوس. مثل الناس بتتضرب من الالقاب. بتبقى ما هو الا بيبر. واتفقت دراسة مهيتام مع دراسة محرز. في انهم تناولوا عن دور عن مدى دور واهمية الاعلام الرقمي في زيادة الوعي ضد التدخين والمخادرات لما لهم من اثر سلبي على المجتمع. ولكن اختلفت معهم دراسة الدكتورة آآ مثلا آآ نرمين. آآ آآ اختلفت معهم دراسة نرمين بأن آآ آآ بأن هذا الوعي ينبع اساسا من المؤسسات التعليمية والاسرة وان الدور آآ الانام الرقمي ما هو اللي دور مساعدة. مثلا زي ما احنا قلنا مرة اللي فاتت احنا في العلوم الانسانية ما عندناه صح وغلط. هو ما ينفعش حد يقول لحد انت صح وانا غلط. لأ هي من اختفق ومن اختلف. رؤيتك تختلف عن رؤيتي ورؤيتك تختلف عن رؤيتك. انا عندي مدرسة معينة بتقول ان الاعلام الرقمي دوره مهم وان الناس قعد اربعة عشرين ساعة على الموبايلات باختلاف انواحها. فمؤثر قوي جدا. وحاجة ان يقول لك لا دور التربية والاسرة ونشأة والمدرسة هو مش غلط وانا مش غلط. ولكن فاحنا بنطلق عليها ايه? تتفق وتختلف. برضا عنصر مهم دراسة عندي وبستعين بالدرسات السابقة في الاستلاف والاتفاق. كتابة النتائج انت بس ما بتتعرضش للبحث اتنا ده انت بترجع للنتائج وبتشوف النتائج بتستفيد منها. اه اه بتساعد على ان التقصي في الحقائق. اه كلما زادت الاشارة الى المصادر كلما زادت المصدقية عند القراء. يعني انا عمالة مثلا ايه? انا لجأت العشرين دراسة سبعة. خفضة اقول ايه? والجزء ده انا عملته وكان شبيه بالنقطة والفكرة اللي تناولها محرس في اه اه رسالته. ودي اختلفت مع رسالة او دراسة مجموعة. وكانت الجزء قبل استشهد 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 بالدرسات السابقة. كلما زادت تشهادي بالدرسات السابقة كلما كان بتاعي وثقة الجمهور فيه عالية جدا وكريتابلتي بتاعتي عالية لان هو ايه? اللي هو جمهور القراء والباحثين الاخرين او الناس اللي بتتعرض للبحث هو طول الوقت بيتعرض للدرسات الاخرى وبيشوفها وبيبتدي اه 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 بيبقى بقى ايه التشبع فيها. احنا طبعا في محاضرة اتكلمنا على اه البلادوريزم والانتحال والكلام ده طبعا موضوع درسات السابقة ده بيمنع موضوع الانتحال تماما. بيمنع موضوع اه ان حد بياخد من حد لا ده انت ما بتعملاش عملية اه ده انت بتقدم الفكرة وبتقول انا استشهدت اهو بالناس ورجعت لدرساتهم وتعرضت لها. اه اه من خلال عملية منع عملية اه هذا الانتحال اه بحافظ على الدراسة بتاعتي ما هي اه يعي تقبل تقبل اه 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 اجتماعيا وما تطرفتش يعني ما تطرفتش ممكن في ناس بتعمل ابحاث او ما بيبقى ابحاث بدخلوها على برامج. البرامج دي بتطلع لك نسبة الاقتباس. والله لو نسبة الاقتباس زادت قوي اه عن النسبة المحددة لها. زي المجلة في مجلة ما ستقول لك والله انا نسبة الاقتباس ما يزادش عني عندي عند عشرة في المية. طب منين هناخد يا دكتورة من درسات السابقة? وينين مش هنقطبس? لا اخده بالكو. انت ما بتروحش تاخد بالدرسات السابقة الافكار بتاعته. انت بتعمل كده زي انت بتقراها كلها وبتخرج منها انت بتطريقته بتصيغ ولكن بتستشهد باللي هو عمله. لكن ما بتاخدش منه كابي بيست كابي بيست كده. بعد ما تقرأها انت بتتعرض ليها بتروح جايك بدأ تكتب افكار معينة. آآ كل ده بيساعد على التركيز على البحث بيساعد على مقارنة وتباين وازهار تريز البحوث آآ لما بنتين يشتغل بيها. بيشاعد على آآ تبرير الحاجة لاعداد هذا البحث. وبتشاعد على جامعة البنات. وبتشاعد على ضغط تستماح باي منهجية. وكل ده بيكون بيخدم البحث بتاعي وبتقديمه بتاسف الاشكام. آآ طيب. ما هو بقى الغرض من اللي تلتشهد الفلو. آآ عندما بيكون عندنا التروحة او ورقة بحسية آآ فانت يعني آآ الدرسات السابقة دي بتمنحك آآ حاجات مهمة جدا. بتمنحك حاجات في غاية الاهمية. بتظهر آآ الالمام بالموضوع وبتخليك تحط تقدر القواعد الاساسية. بتظهر الاوتر النظرية والمنهجيات الفصوص المستخدمة. احيانا بتوقفين نظريات حديثة. منهجيات مختلفة. تم تناول المنهج بطريقة جديدة. آآ وجودا عملك بجانب عمال بعض الباحثين الاخرين آآ وبمنظره يعني بنفس المرتبة ده حاجة مهمة. آآ ازاي بقى بحثك? هيتناول الفجوة اللي سابها آآ زميلك الاخر وقدمن وانت هتقدم فيها ايه? آآ قم بتقييم الوضع. انت هتقوم بعملية التقييم الايبالويت. قم بتقييم الايبالويت بتاعك قيم آآ آآ الوضع اللي انت فيه. آآ وازهر الحاجات دي كلها هتظهر من خلال قطر حقيق. في الاخر انت لازم تكتب اللي تلتش على الفيو بطريقتك الخاصة وبمهاراتك آآ وهي هتساعد جدا في ازهار مهاراتك المهمة. هنسأل نفسنا. زي ايه الاسئلة اللي هنسألها لنفسنا? اول سؤال هيقول آآ what is the specific? ما هي آآ آآ this our problem or research questions that my literature review helps to define? ايه هي الدراسة السابقة او بتروحها اللي بتساعدني انا على ان احدد آآ انا عاوز ايه بالضبط او انا هقدم ايه بالضبط? آآ بعدين كمان ما هي او ما هي نوع هذه الدراسة? هل انا ابحث في قضية نظرية? آآ آآ طيب ايه هي منهجية المتبعة? ما هي اللي هي المقصوب بها البوليسي يعني? هل البحث آآ كمي? اللي هو اهل البحث? هيبقى كمي وكيفي البحوص الكمية والبحوص الكيفية? البحوص الكمية اللي هي معتمدة على دراسات الغمع الاعداد زي الاستبيانات اللي بتتم فيها آآ حساب الاعداد. يعني بطلع النسبة بارقام والدراسات الكمية اللي هي بتكون آآ نظرية. بتتناول الموضوع بشكل نظري. آآ طيب ايه هو آآ ايه هو النطاق بتاعي? طيب ايه هي انواع المنشورات? هل هي جورنالز? هل هي بوكس? هل هي اه هل هي آآ وسائل اعلام مشهورة? طيب آآ انا هعمل آآ البحث بتاعي في اي تخصص? واحنا بالنسبة لنا السؤال ده مهم لان احنا في لاعلام الرقم ينعمل عملية بتخصصات كتير. يعني انت مسلا لو انت بتدرس مسلا في كلية الهندسة. فبحثك معروفة ان هي بتعمل فيه المجال الهندس? ولا هي في مجال الاعلام انت تدرس الاعلام الطبي degli هو الاعلام الصحي والاعلام البيئي والاعلام السياسي والاعلام الااجتماعي. واعلام آآ التوعاوي. واعلام آآ والخضايا الاجتماعية زي العنف ضد المرأة العنف ضد الطفل ظهارة التدخين ظهارة المقدرات آآ والمجالات التكنولوجية. يعني انت عندك عملية والعلوم والاعلام وعلم النفس والدور اللي بتعود عليه وخلافه. يعني انا عندي عملية دي موجودة. موجودة في التخصص بتاعي في حاجات كتير قوي خاصة تخصصنا الاعلام. آآ هسأل نفسي كمان ايه هي جودة البحث اللي قداني? وهل كان بحثي آآ او البحث اللي انا عايز اعمله واسع وهيشمل ايه? وزي تصله بايه? والمواد اللي انا هستبعدها ايه? وعدد المصادر اللي انا عاوزها تكون جوه البحث بتاعي. علشان انا محتاج البحث بتاعي بيكون. يعني احيانا وعدد الصفحات البحث بتاعي بيكون في الغالب هي قواعد نشرها في مجلة معينة. يعني انا بقدم على مؤتمر يقول لك اقدم بحث على قلة يزيد عن عشرين صفحة. طب عشرين صفحة دي اروح اعمل اربعين دراسة سابقة. لأ طب. هو يبقى البحث يقول له دراسات سابقة. آآ على قلة يزيد عن تلاتين صفحة. على قلة يزيد عن اربعين صفحة. احيانا لما تيجي تعمل في اي مكان يقول لك ايه? آآ على قلة يزيد عن مئتين وخمسين صفحة. فالقواعد الاساسية في نشر هي اللي بتفرض عليك انت كباحث آآ ازاي هتنشر وايه هو آآ آآ عدد صفحاتك وبالتبعية عدد الدراسات اللي انت هتلجأ لها. آآ هل عملت عملية تحليل نقدي لهذه الدراسات والادبيات? آآ هل تبعت المفهيم والاسئلة? فالعملت مقارنة بين العناصر? هل لجأت وقاريت التوخيص بتاعها? هل قمت بتقييمها? هل جيت في الجنب كده وقلت ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه الدراسة? علشان انت تنطلق من نقاط الضعف وتخلي نقاط القوة تدعمك? هل استشهدت آآ بدراسات وقلت تتفق وتختلف? هل سيجد القارئ في المراجعة دراسات السابقة بتاعتك آآ معلومة يوسفل ومفيدة? كل دي اسئلة انت بتحطها لنفسك وبتلاقي لها اجابات. كل ما كانت الاجابات واضحة واكثر وضوحا كل ما كان البحث بتاعك واضح ومفيد ويقدم معلومات في غاية الاهمية تساعد المجتمع وتساعد بحثك انت. طيب آآ عملية التركيز آآ والترتيب آآ في تقديم المعلومة من اهم الموضوعات الفرعية آآ يجب اعمل عملية تطوير طول الوقت وراجع على المستوى اللوكل اند الجلوبل اللي اتنين بيساعدوني جدا في عملية والتنظيم والترتيب وزي ما احنا قلنا هي مدارس بتختلف من آآ شخص آآ ومهمة زي ما هي بتختلف من حد الثاني مسألة التنظيم والترتيب الجهة اللي هقدم فيها البحث بتاعي شروطها ايه في التنظيم والترتيب. آآ البحث فيه الادبيات واللي هي ازا تصلها. عملية التقييم. بعمل عملية التحديد. وشوف آآ المحاجات الديبيت وشوف الجابس. بعمل عملية يعني محادة الهياكل الاساسية. وبعدين في الآخر بصيغ وبكتب هذه المراجع. آآ اخد بالك انا بيقول لك نقطة مهمة جدا ان انا مش برجع ابدا للسامرز. يعني انا مش برجع للسامري. يعني لما في بعض الناس بسيجي تفتح اي بحث علمي. بتلاقيه في الآخر حطة ملخص. ملخص عربي ملخص ايميل. الملخص ده بيكون زي براجراف. في ناس دي تروح مستسهلة واخد الملخص اللي في اخر ده حطوت الدراسات بتقيعتها. ده مش صح طبعا. يبقى انت فين الفايدة بقى اللي عادت عليك من هذه الدراسة. انت ولا شفت مناهج ولا شفت جابس ولا عارض دراسة ولا رجعت لأي حاجة قاس. انت روح تواخد اخر صفحة حضرتها وشكرا. لابقى انت كده ما سوفتش. بالتاني مش هتفيد. طبعا ده ممنوع تماما وبيض. موش ابدا في البحث بتاعنا. او في البطوز بتاعتنا. آآ اول الحاجة طبعا انت بتبقى اول سنينة انت بتبتزي تعمل عمليات تحديد للتوبك الاساسي اللي انت عرفته. بعد كده اذا كنت بتكتب آآ يعني بتبحث بقى عن المشكلة بتقرأ المشكلة وبتقرأ الاسئلة بتاعك. انا بقول لك انت بتعمل ايه لما بتيجي تمسك البحث بتاعه بتحدد المشكلة. تمسك البحث. يعني هو هنا ضرب لنا مسال آآ آآ عن موضوة آآ ده سؤال مثلا رئيسي آآ بيتدور حوالينه آآ بحث بيتكلم عن زد. بعمل عملية استعانة لهذا السؤال وبستفيد بيه. بعد كده آآ ببدأ اعمل يعني يعني بعمل قائمة بالكلمات الرئيسية. آآ ببدأ انشئ هذه القائمة آآ وتتضمن بقى اللي هي اللي هي خلينا نقول مفاتيح المفاهيم الرئيسية والمهمة. وابتدي اعمل الليست ديت آآ بتبقى فيها آآ المصطلحات اللي هي آآ زيت الصلة والمراضفات. آآ ببتدي اعمل اكتشف كلمات جديدة. آآ آآ ببتدي بقى ايه? انتو زي ما انتو شايفين ده مسلا عنوان فرعي لبحث بيتكلم عن ده السؤال الاساسي طبعا ده مش بتاعه. عشان هو علامة استخام يعني خلينا نقول ده آآ آآ في صيغة سؤال. ولكن آآ ده السؤال الاساسي اللي احنا حطناه آآ لما قرينا البحث. هنبدأ نخرج الكيوورد. انا بعمل لكم زي ده زي كده. ده السؤال الاساسي اللي هو اللي اللي انا عايز اجوبه في البحث الفيعي. فعندي السوشيال ميديا. عندي الفيسبوك. عندي استجرام. تويتر. سناب شات. بيكتوك. بوزي ايميج. آآ آآ عندي كمان آآ العملات بقى. آآ آآ الالتين ايجرز. الجنريشان زيد. اليس الشباب. آآ 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 التلف آآ استمت. كل اللي دي مصطلحات. الكيووردس. انا بطلحها. وببتدي اشتغل مع اكبر فضل من الموضوعات حوالين هذه الموضوع. استخدامة لهذه. ازاي بعمل عملية استخدامة الكلمات الرئيسية دي بيتضمن بعض القواعدة البيانات الموكيدة في المجلات والمقالات. يا لي كده طبعا آآ الجامعة بيبقى ليها مكتبة مهمة جدا آآ جوجل سكولر يا جماعة جوجل سكولر آآ من المصادر مهمة جدا جدا. اللي هي البوابات البحث آآ ودي برضو برضو بعض المجلات العلمية وبعض قواعد البيانات اللي بيتم زي بيسكو آآ بيتم الاستعانة بيها في البحث على آآ البحوث المناسبة. فبتدي استخدم كلمات رئيسية آآ بتبتدي لبدء البحث عن المصادر. بتضمن بعض قواعد البيانات المفيدة للبحث عن المجالات والمقالات والتالي. العلوم اللي هي مباشرة ليا ببدأ اعمل آآ في آآ دي مجموعة من الجورنال المهمة برضو اسميها اللي بقدر اعمل من خلالها بحث آآ حبيت ان انا اضهر لكم آآ بتساعدني آآ في آآ دي جورنالز مهمة بتبقى احيانا مفيدة جدا في ايجادة دراسات سابقة اجنبية. آآ آآ زي ما احنا شفنا كمان على الجنب الناحية التانية الصورة التوضيحية دي موجود فيها برضو قواعد بيانات مهمة بينشار فيها آآ بتعمل عملية النشر للبحق بحافة. مصادر آآ كل دي احنا بندور دلوقتي على اهم المصادر آآ آآ العملية الايجاد ملخصات للارتكل دي آآ مهمة وبتقدم لينا وبتخدمنا وبتساعدنا على ان احنا نعمل عملية تبقى المسألة متاحة لكل الناس وهي في الغالب بتكون متاحة لكل الناس. آآ بعض الدراسات بتبقى متاحة على اللي هو عايز يقول لك هنا ان بعض الدراسات بتبقى متاحة آآ في قواعد البيانات. ولكن محتاج ان انت ترجع للسورس بتاعه. انا مثلا نشرت البحث بتاعي في جامعة القاهرة. بس اتحت الملخص ليا على جورنال معين موجود. بس موجود. لو عايز ترجع للجورنال للبحث بترجع ليه مسلا قلية آآ الاعلام جامعة القاهرة آآ للمكتبة بتاعتها. او في ناس تانية بتوتيحه بمبلغ مادي لما بتكون معطيها للناس. مسلا وفي ناس تانية بتبقى المجلة كلها آآ متاحة آآ او الدورية بتدي اشتراك وتخليك تفضل كل وفي جامعات بتشترك للناس اللي شكلة فيها. يعني مسلا جامعة انا اشتغل فيها في روح جاية عاملة اشتراك مع قاعدة بيانات. كل آآ شهر او كل ستة شهور حسب نشرها المجلة بتاعتها. احيانا بتنشر بشكل شهري واحيانا بتنشر بشكل نصف سنوي واحيانا بشكل سنوي آآ بتبعت لك المنشورات بشكل كامل فول تيكست بقى. فول تيكست بتتيح ليك. آآ عن طريق الويب سايت بتبعت لك اللينك او بتبعت لك الايميل على اللينك. آآ انت بتدخل بقى تتعرض للابحث عندك بتنزلها عندك بتعملها مكتبة ليك على الجهاز بتاعك. وقت ما بتحتاج تعمل اي بحث بيبقى عندك كان نهائل جدا جدا من طبعا دي مفيدة جدا. وده طبعا هو عايز يقولك ان احنا بنعرفها عن طريق الايميل. اللي بنقراه وبنستيجي نشوف احنا محتاجين ايميل اي جورد. آآ القراءة زي ما احنا قلنا هي هو هنا عاملنا مستعين باشكال توضيحية ان انت وانت بتقرأ لازم تعمل جنبك. يعني ايه لازم تقعد جنبك كده تطلع آآ نقاط رئيسية. عادة القراءة ري ريد. آآ آآ انا مش هستعين فقط بان انا هقرى الابستراكت وهاخده. قراءة منظمة متعمقة اعطاء نوتس. آآ 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 عملية الريبيو والمراجعة. كل لها آآ حابيت ان انا احط لكم اشكال توضيحية. توضح لينا آآ عملية آآ يعني آآ تعرض للدراسة السابقة. بداية من ان انا بس باختار آآ سيليكت للتوبك بتاعي. وببتدي اعمل سيرش عليه. وببتدي اعمل تحليل لي. واعمل احط نوتس. واشوف انها قد منه ايه. واتعرض ليه. وفي الاخر بعمل عملية رايت دا ريفيو. بكتبه في الاخر في سورة التكست والنص الباراجراف اللي انا بحطه عندي في الدراسة بتاعي. آآ بعد كده برضو بتبص نلاقيها نفسك حكاية وهنا آآ يعني برضو رسمة توضيحية لطيفة بتتكلم عن سبع خطوات. بتساعدني آآ في عملية انتاج وتصميم آآ خاصة بالبحث بتاعي بعد التعرض للتلاتشة الريبيو الاخرى. بعمل عملية آآ بعرف السؤال المحوري اللي انا بتكلم عليه. ببتدي اعمل مراجعة للسايلز آآ الاخرى. اعمل عملية سيرج. اعمل عملية ادارة المانجمنت بأودير المراجع. آآ بعمل عملية تحليل ونقد آآ ليها. من خلال قلنا التحليل والنقدة. بيتمي من خلال آآ آآ نقاط القوة ونقاط الضعف. ومن ثم بعمل عملية الكتابة للبحث بتاعي. وازهره فيه او كتابة للليتشار. كيف يا ايه? ازاي بكتبها? الكتابة بتم محتاجة آآ بحث دقيق. وبعد ما عملنا البحث الدقيق. البحث الدقيق بقى البحث اللي كنا نتكلم عليه في الشكل الفات هو كان بحث عن آآ بشكل عام. يعني هو بحث بشكل عام. اما البحث اللي انا بتكلم فيه في هذا المخطط هو بحث جوه الدراسة نفسها. بعمل عملية للسورس. والله ارجع للسورس اللي هو رجع ليها كده. آآ ده استفاد. ده استخدم اساديب كويسة جدا في المراجع. آآ ده ده كتب كزا. ده ابدا انا هاخد المرجع ده منه واعمل سيرش عليه ولاقي مرجع اخر. يعني فيه ناس توقع تقول لي ايه? اكون ناسا مشرفة على احد طلاب الماجستير. يقول لي انا مش لاقي خالص يا دكتورة مراجع. اقول له طيب وما لاقيتش خالص. يقول لي لاقيت مرجعين. قلت له كويس قوي. طيب والمراجعين دول. هم عاملين كم دراسة سابقا? يقول لي والله واحد عامل عشرين دراسة والاخر عامل تلاتين دراسة. اقول له طيب انت مش لاقي بقى جرت مين? وهم كل واحد فيهم رجع للعشرين تلاتين دراسة. طب رجعت وشفت المراجع بتاعته اللي هي بتبقى فيه الهوامش في الاخر. ده راجع لي مية دراسة. مية بحس. ومية كتاب. ومية ارتكلز. انت ملاقيتش حد فيهم. يبقى انت بتدور في منطقة خطرة. يبقى ازا السورس ده مهم جدا وبتساعدني انا جدا اني الاقي ابحاث اخرى اقدر اه اه ادور فيها. طبعا عملية التعريف وعملية اه الجاتس اللي انا بخرج منها. معلومة جدا تتاعدني على اني ابدأ البحث القائعي بعمل عملية ورايت ذا ريتشار. تمام. آآ دي نلجأ من الخطوة التانية وهي عملية آآ بقى. آآ ازاي بعمل عملية من المحتمل انك بتكون آآ يعني احتمل مسألة صعبة ان انا اقرأ آآ كل اللي انا لجأت لي او كل اللي انا آآ تم كتبته. ولكن انا آآ يعني بعمل مع مرور في الاول بقى انا بنصح للباحث اللي هو الباحث المبتدئ ان هو يحاول يقرأ لو بيطلص صغيرة عشرين صفحة آآ بشكل كبير. طيب يا دكتور لو هو باحث قديم. لأ مع مرور الوقت هو بيتعلم لما بيمسك الباحث عينه بتيجي على ايه? يعني آآ آآ ايه هي بقى عينه بتيجي على ايه? اللي هي السؤال الاساسي والمشكلة. المفاهيم الاساسية اللي بيتناولها الباحث واعرفها ازاي? ايه هي اهم النظريات السيرز والمودلز والمنزج اللي محطوطة ولو فيه مناهة والمناهة طبعا المسد والآآ الاهداف والاهميات والمشكلة والكلام ده. بقى ازا هو بيتعرض للبحث كله ممكن يلاقي نفسه الوقت بقى قليل. طيب لو هو عايز اتعرض لحاجة بشكل اضاق عنده السؤال الاساسي التساؤلات والاهداف والتعريفات والنظرية والمناهج المستخدمة وكمان آآ لو فيه فرضيات وفروض موجودة ضروري ان انا اتعرض لها. نتائج البحث مهمة قوي بتاعته آآ والمراجع والمصادر مهمة قوي بتاعته. نتائج الدراسة زي ما قلنا مهمة جدا ان انا انا بطلع فيها في الاخر آآ تمان آآ الحاجات اللي هي بتكون هو متعلقة بموضوعه آآ ايه هي نقاط القوة ونقاط الضعف انت لازم تحطها كده آآ يعني هو آآ اللي هو التحليل النقدي لازم تحط كده في الجن بتعمل تعمل لنفسك جدول بتعمل فيها نقاط القوة ونقاط الضعف آآ آآ لازم تتأكد من المصادر وترجع لي الدراسات والنظريات اللي موجودة فيها فالخطوة دي برضو مهمة قوي ان احنا نعمل عملية تدوين تأخذ آآ مدونات او سوري التدوينات مدونات يعني بدو دون تكن مواتس يعني ولازم بتذكر آآ بتعمل عملية ذكر لي السورس آآ آآ عملية التدوين بتيجي لما بنبتزي آآ آآ يعني نقرأ بشكل اضاق من المهمة كمان احنا نبعد عن آآ الحاجات اللي بيبقى فيها في صبح الانتحال يجب يكون على جيدا مصادرنا الخاصة آآ اللي بنجمع من خلال هالمعلومات وفكرة اقتباس فقرات كاملة دي آآ مش صح انت لازم تعملها عملية تحميل وتكتبها بطريقتك وبتسخها باسلوبك في النهاية آآ ما ينفعش ان انا آآ اخدها بوراغرافات كاملة اضاعها في البحث بتاعي. هنبتزي ندخل في آآ الخطوة التالتة. واللي هي الخطوة اللي هي برضو مهمة جدا. اللي هي برضو فيها جزء يعني عملية النقد. لبدء تنظيم آآ آآ المراجع يجب ان انا اتفكد من فهم العلاقة ما بين آآ الروابط اللي موجودة عندي والروابط اللي موجودة آآ مش الروابط المقصود ديها اللينكس. لا الروابط اللي هي بليت الموضوعات اللي هي ذات صلة. يعني هو قسم الموضوع بتاعه لمجموعة من المحاور مسلا بحول اول محور تاني وخلافه هو قدمه ازاي? هل آآ اعتمد على اتجاهات مسلا معينة? وطرق معينة? وسعى الى نتيجتها? آآ ايه هي المواضيع من خلال الاسئلة والمفاهيم? آآ ايه هي المنشورات المحورية اللي بيدور حواليها الدراسة? آآ ابتدي برضو الجزء بتاع الجابس ده مهمة قوي. اشوف ايه هي? لان دي بتسجل من نقاط الضعف اللي انا بنطلق منها آآ كنقطة قوة ليا اكمل من خلالها بحثي واسد هذه الفجوة العلمية اللي تساعدني. وطول ما احنا بنشتغل باسلوب فسد الفجوات العلمية هي بنعمل عملية بناء للعلم. بنبني العلم. انا عاملة بحث وقعت مني الجزء. ده ده جزء نقطة ضعفة عندي انا هبتدي قاب انت تبتيجي تبني بيوت وعمل بحث تاني. هيبقى عندك جابس وخلاف وهكسر. كل ده بيساعد في الخطوة دي. فنحنا نحدد الهايكة الاساسي اللي من خلاله بنعرض منها آآ وكل ده طبعا زي ما احنا قلنا بيساعد جدا على المعرفة وزيادة العلم وزيادة المعرفة. طيب. هو هنا عايز يعمل لنا وهيقدم لنا مثال اكزامبل. اول سن المحاضرة دي نحنا نقدم امثلة وخلال الحلقات النقش ان شاء الله ممكن اجيب لكم كمان آآ شيء زي آآ دراسات آآ سابقة آآ واعرضها عليكم. بنشوفها مع بعض هي تم صياغتها ازاي? يعني نشوفها كده يعني نحطها كده زي زي برضو الامثلة دي وممكن تكون اكثر وضوحا اجيبها من بحث اخر يعني. هو بحث من الابحيس يعني. عند مراجعة الادبيات على وسائل التواصل الاجتماعي بنلاحظ ما يلي. ده شكل من اشكال المناقشة اللي تمت آآ يعني ايه? آآ لقيتها نفسها جهوة مسلا معينة فببتدي اغطيها من خلال النقاط دي. انا حطها زي كده اللي انا اقول لكم عليها. آآ هو ركز معظم الابحيس او لما انا بدأت عمل آآ سيرش ما انا بقول ان هو معظم الابحيس ركزت فقط على النساء. او البنات الشباب يعني. البنات الصغيرين. هناك اهتمام وتزايد اكتر بالجوانب المرقية مش اكتر من آآ الرؤية لكن هو ما تعمقش اكتر في السوشيال ميديا. يبقى انت في في العنصر الاولاني نقطة الصعف هنا ان هو ما جاءش لمجتمعك كل. هو لجأ للبنات الشباب يونج وومن. فانت دلوقتي عندك المجتمع ككل ممكن تدرسه. النقطة الاخرى ان هو زاد اهتمامه قوي آآ بالجوانب المرقية. فانت عندك جوانب اخرى ما تمش تخطيطها. آآ كمان عندك هنا آآ في العنصر التالت ان البحث كان في اهتمام زي ما احنا قلنا آآ بالسنافشات او بالانستجرام دي كاتلاتفورمس يعني. فانا هبتدي ان انا افكر ان انا آآ اشوف بقى سوشيال ميديا اخرى زي فيتر مسلا بيفكر اكتر هو هنا بيفكر او البحث بتاعه بيتناول الفيجول اللي هي زي السور لان السنافشات كله سور وانستجرام كله سور. فانا لا ده انا هتناول الموضوع بقى من جانب اخر من جوانب التدوينات. او التويتر دي ما بيقولوا عليها اللي هي منشورة في التويتر. آآ 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 السلايد دي بتقول لي انا ازاي بقدر اجيب هو آآ تناول ايه? وانا ممكن اتناولها من انه زاوية. تمام؟ طيب. آآ هناك برضو طرق مختلفة ده طبعا احنا كده دخلنا في الخطوة الرابعة. في طرق مختلفة لتنظيم آآ آآ يعني زبادي اوف آآ لتلتشا ريديو. آآ عملية بناء آآ المرجع نفسه وبناء الدراسة نفسها آآ بجمل عملية جمع ما بين اكتر من الاستراتيجيا يعني او استراتيجيا اللي هي ايه بقى? على سبيل المثال آآ آآ الهيكل العام آآ المخاصة بالموضوعك بيكون مرتب بشكل زمني. يعني انا مقدرش احط الدرسات السابقة بتاعتي آآ بالصدفة او بطريقة راندم بطريقة عشوائية. اما البقى من ايه? ببتجي رتبها مسلا من الاقدم الى الاحدث او من الاحدث الى الارزم يكون في ترتيب زمني. ده استراتيجيا معينة. واخر بيرتبها بطريقة يعني حسب الموضوع. خلينا الاول نشوف هنا حسب الترتيب الزمني. وده بنقول عنين هو من المناهج آآ السيمبل يعني آآ او طرق البسيطة. بمرور الوقت بيكون عندي ابحاث كتير ببتجي ان انا احصها مثلا الفين واحد الفين واثنين الفين وتلاتة الفين واربعة. البحوث اللي تم نشاطها صعوديا او تنازليا. الطباة الطابع الترتيب ده بيعطي للباحث بالقدرة على ان هو يكون الموضوع ايه? آآ بيفسر له آآ يعني زي آآ خلينا نقول ايه تزامن مخطط زمني كده. آآ تطور البحث من من بداية النهايته. او من بداية حتى انا بدأ. حتى انا بدأت يعني من بداية بلأ ما ساعة ما بدأ لغاية ما انا بدأ. آآ في ناس تانية بترتب بطريقة موضوعية. على سبيل المسال اذا كانت بتراجع عن آآ نتائج صحية. انت بتعمل فور اكزامبل هنا بيقولك انت بتعمل دراسة بحثية معينة عن آآ موضوع معين فانا ببتدي اعمل آآ عن النتائج الصحية مسلا للمهاجرين. فانا ببتدي اعمل آآ موضوعات رئيسية وموضوعات فرعية. بمعنى ايه? بمعنى ان انا بيجي ابتدي ارتب الدراسة بتاعتي آآ على سبيل المسال مسلا المحور الاول. المحور التاني. المحور التالت. وابتدي اتناول كل محور تناول ايه? محور هيتناول السياسة والرعاية الصحية. ومحور اخر هيتناول ما يواجهوا المهاجرين من حاجة اللغة مسلا. آآ او المواقف الثقافية. او المواضع القانوني. او البعد الاقتصادي. وهكذا. آآ يا اما تناولها بشكل كيه مخطط زمني. يا اما بيكون حسب الموضوع بتاعي. اما بيكون حسب المنهجي. آآ ببتدي اعمل عملية استخلاص للمصادر اللي آآ او الموضوعات. وابتدي عملية مقارنة النتائج والاستنتاجات. وابتدي اظهر آآ اعملية الدراسة مسلا المنهج المستخدم هنا. دي دراسات اعتمدت على المنهج المصحي. دي دراسات اعتمدت على منهج معين. آآ طيب. وممكن حسب اللي هي البعد النظري. فغالبا ما تكون المراجع الادبية زي لها اسس نظرية. آآ ومساعد بتكون المستخدم فيها مختلفة حسب طبيعة البحث والتعريفات بتاعته والموديلز والمفاهيم وكل هذي الاشياء. تمام. عندي كمان رطب الخمسة. بعد ما انا بقوم بعمل آآ بعد ما انا بقول بعمل آآ آآ نص اكاديمي ببتدي اعمل عملية مراجعة لهذه الادبيات. وآآ يعني آآ ببتدي اعمل مراجعة لهذه الادبيات وابتدي آآ يعني هبتدي بقى اعمل عملية آآ آآ واضع عنوان فرعي لكل موضوع. وابتدي اعمل له آآ هعمل مقدمة وهبتدي اعمل كمان تلخيص ليه. وبتدي اعمل عملية تحليل وتفسير. آآ اعمل عملية تقييم آآ نقدي. آآ كل دي حاجات من الحاجات الاساسية آآ اللي انا آآ ببتدي ان انا بفكر فيها. عندي كمان آآ عملية النصيحة. آآ الطيب دي آآ انا لما هيجي ابتدي اكتب الدرسات السابقة آآ بيبقى عندي زي مشكلة اساسية او اللي هي بنسميها او آآ وبيعطيني كده للموضوع وبقدم ملخص موجز للسياسة الاكديمية آآ وبركز على العديد من الدراسات. انا برضو عشان اوضح لكم الحاجات النظرية اللي انا بتكلم فيها زي زي ما بقول ان شاء الله في آآ محلقة النقاش هجيب لكم دراسة سابقة او عدد من دراسات سابقة واحطها واعمل لكم ازاي بيتم صياغتها بازاي بيتم كتابها خلاص احنا دلوقتي خلال المحاضرة بتاعتنا قدرنا ان احنا نتكلم بشكل آآ يعني خلينا نقول آآ واسع عن المراجع وازاي بارجع عليها انت مش محتاجين تعرفوا كده انت محتاجين تعرفوا طريقة الصياغة والكتابة بشكل ادق بقى. يعني احنا اتكلمنا برضو هنا في المحاضرة عنها وراية الحلقة النقاش هتكون المسألة اكثر آآ وضوع هتشمل بقى انت بتكتب ايه في الانتروتاكشن في المقدمة وفي الباضي في الجسم بتاعتها والاستنتاجات اللي احنا هنطلقها عليها. آآ بقى اكتدي اقسمها آآ لعنويم فرعية. وآآ يعني اكتدي اكتب مقى مثلا آآ في الاول كده اكتب آآ مثلا ايه آآ دراسة سابقة او دراسة دراسة مهتاب الرفعي آآ حول آآ مثلا الاعلام الرقمي ودوره في الوعي تقدر تدخين. ده الاولين. زي ما قلنا في اللي فاتت ببتدي احط جزء كده صغير في البداية. وابتدي ارجع كمان آآ بحددها وبركز ايه هو الغرض مدى. وبتدي زي عمل زي عملية نصيحة زي هنت صغيرة بدي ادخل في الجسم بتاعها. ابتدي اكتب آآ اهم الحاجات الاساسية والمرخص عام آآ عن منقشة الاهمية منقشة التقييم النقدي منقشة المدائج استخدام الكلامات الانتقالية آآ يعني ما ينفعش لنا اخد بقى من كلامه وافضل حط لانا لازم اضيف انا من عندي بعض الخليمات المهمة والتبك المهمة للجمل في وضعي للموضوع اللي بتقدم. اللي هي النتيجة. الاستنتاج في الختام يجب عليك تلخيص النتائج الرئيسية التي اخدتها من الادبيات والتأكيد على اهميتها. آآ يبقى انا لما بيجي اضع خليني بس آآ آآ ارجع لك كده لنقطة مهمة جدا. آآ ونعتبر هذه اللي هي او النصيحة. يجب انك تتأكد تماما ازاي انت آآ آآ عالكت الفجوات اللي موجودة في البحث ونقشته ونقشت النظريات وبدأت التركز وتكتب بشكل كبير الموضوع اللي انت صخته واللي انت قدمته كدراسة سابقة. كملخص عام كده بعد ما آآ خدنا الخمس خطوات قبل ما ندخل في الجزء الا بعد كده خليني اتحدث ليك بشكل ايه واضح. هعمل ايه آآ وهرتبها ازاي? اول حاجة مبدئيا انا بيجي امسك الدراسة او البحث اللي انا هلجأ ايه? اقرأه. ولو مش هيبه عندي وقت اقراء يبقى لازم اشوف المشكلة بتاعته. اشوف تسائلاته. اشوف اهدافه. اشوف الاهمية. واشوف النتائج والنظرية. ولو في آآ فرضيات ارجع اليها. ابتدي اجيب وراء او قلم وحط نوتس. قلنا عليها اسمها الكريتيكال ايه انا العيزز. عملية التحليل النقطي. اللي هي فيها نقاط القوة ونقاط الضعف. آآ الاهم بالنسباني من نقاط القوة مهمة ولكن الاهم هي نقاط الضعف. ابتدي احط نقاط الضعف دي في صورة نقاط. هو ما لجأش الكزا وما لجأش الكزا وبيعن عن كزا وما كانش موجود في كزا. احطها كلها. في صور نقاط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص? ابتدي آآ اروح بقى اعمل عملية الكتابة. هيخد منه ايه? انا مش باخد منه باراجرافات لان ده بيبقى انتحال او اكتباس. امال بعمل ايه? ببتدي اصيغ انا بطريقتي. اه 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 التناولت هذي اكتب بالطريقة التالية. تناولت هذي الدراسة التالي. رقم واحد. ما بتبقاش في صورة يعني آآ نقاط. انت اكتبها لنفسك في صورة نقاط وارجع حطها في الدراسة بتاعتك شيري النقاط. لو هتقدر وعندك المهنية انك تكتبها من غير نقاط اكتبها من غير نقاط. هدفت هذه الدراسة الى كزا. يبقى محط الهدف الرئيسي. وتناولت هذه الدراسة مشكلة كزا. برضو سطر. انا باتكلم كل الكلام ده في صورة سطور. وتمحور وتمحور هذه الدراسة حول نظرية كزا. تمام? يبقى دي تلت حاجة. اكتبنا الهدف الرئيسي. تساؤل الرئيسي. المشكلة. تلاتة هو وانها اول نظرية اربعة. واستخلصت هذه الدراسة عددا من النتائج الهمة والتي توصلت اليها وهي واحد اتنين تراتة. روح جاي واخدها كلها بحطتها بتبقى زي ما بقول عشرة من عشر خمستاشر خطر. انت صدته وحطيته في الدراسة بتاعتك. بدأنا بقى نجمع اكتر ده لنا نموذج لبحث واحد. انت عملت عشرين بحث. عملت عشرين دراسة سابقة. عطبتهم بالشكل اللي انا قلت لك عليه دلوقت. تبتزي ترتبها اما بشكل افقي. اما بشكل اه اما بشكل استصاعدي. اما بشكل تنازلي. حسب الزمن. او تقسمها محاول. حسب المحور الاساسي او الموضوع الاساسي. انتهينا. بسيجي في الاخر التامنة عملية اسمها ايه بقى? آآ زي منقشة لهذه او نتائج الدرسات سابقة اللي انت المناقشة بقى اللي انت وصلت اليه. ان انت وجدت ان بعض الدرسات اتفقت معك. تقوم ترجع لنقاط القوة ونقاط الضعف اللي انت ايتها في الاول. آآ ده زي ملخص سريع كده. عن اه اجزاء اللي انت بتتدي تستخدمها. البحث طبعا بيسجق او بيركز بيعمل عملية الاسائلة الاساسية اللي بيركز عليها. احنا بنقوم فيه بتبقى اسمها وفيه بحث باسمها اللي هي بحث من الدرجة الاولى او التساؤلات من الدرجات الاولى والاخرى واحيانا كمان بيبقى فيه البحث من الدرجة التالتة. آآ في في بعمل عملية ببتدي اعمل عملية الجمع وحل تحليل آآ البيانات الجديدة. بعد كده ببتدي اعمل عملية التحليل لآآ البيانات اللي اكثر تعمقا. بعد كده من عملية الريبيو المراجعة للفليتش ريبيو والمراجعات الادبيات الاخرى بشكل امائي واسع واكثر اكثر آآ تعمقا. آآ ده برضو من السور المهمة جدا للتساؤلات الاساسية اللي انت بتضحها معاك في الجانب آآ النوتس اللي انت بتايدها. الاستادي ابروش او طرق الدراسة المختلفة عملية جمع وتحليل البيانات الجديدة وعملية تحليل البيانات اللي بعد كده والفليتشر ومراجعة الادبيات آآ بسأل نفسي شوية اسئلة برضو دي كلها حاجات بتساعدنا آآ ايه هي اهم آآ المصادر اللي كانت متاحة ليا? ايه هي كانت آآ المصادر اللي كانت متاحة ليا وكانت فيها وازي عملية مشاركة وكانت فيها آآ يعني مشاركة كافية ووفية وقدرت ان انا اتفيد بيها على كافة الاشكال آآ ايه هي المصادر قلنا المتاحة آآ آآ البيانات اللي موجودة في الفايلات داتا فايلز ايه هي كمان آآ داتا يعني خدوا بالكو زي ما احنا كنا تكلمنا في الاول ان ممكن يكون محتاج ان انت تدور عليه شكله اكثر تعمقا وتبدأ تبحث عنه وتلاقيه بقى في قاعدة بيانات ممكن تلاقيه بفلوس فادا بيش افليبل قوي ولكن هو المهم انا مدرش هتمند ابدا على الابستراكت طب ما يجي حد يسألني يقول له دكتور طب احنا اصلا بنعمل ابستراكت لا انت بتعمل ابستراكت من وجهة نظرك ولازم تتعرض للبحث كله عشان تقدر تخرج نقاط القوة نقاط الضعف اما لو انت هتطلع نقاط القوة نقاط الضعف وتطلع الجابس من خلال الابستراكت صغير لهوبي ابيبراجراف ده الابستراكت ده بيديك هنت كده فكرة استفيد من البحث ده ولا لأ بتقوم لما تستفيد يعني الهنت دي تجي لك وتقراها خلاص انا هستفيد منه فعلا كويس قوي انا آآ هبتدي بقى اعمل سورش وهدور على البحث فعلا ونجيب الفول لا والله ده البحث ده بعيد جدا وانا مش هستفيد منه لا خلاص يبقى هو ما يلزمي يشوف ده يشوف حاجة فدي فايدة الوحيدة للابستراكت ان هي بتعرفك الموضوع ده مفيد يعني ابحث عنه ولا ده موضوع بعيد اصلا لكن مستحيل ان دي يكون المعلومة الافساة تعطيه طبعا مهم جدا ان البحث هو هنا بيسألك بيقولك هل هو بيقوم بالرجوع لقواعد البيانات والمكتبات ده طبعا ده لا اساسي ده لاسي هل هو بيستطيع ان هو يكون يعني عنده معرفة كباحث باحتياجات الارتكلس المختلفة وان هو ازاي يبقى محتاج ايه يعني منها ولا ايه هي الحاجات الابلوب المتاحة ده مهم جدا ان هو بيعمل لنفسه مخطط شامل يكتب من خلاله ايه هو المتاح وايه هو اللي بيقدمه ايه هو اللي يقدر ان هو يقدمه في الاخر هنا هيعايدي يقول لي ايه هي الجولس بقى ايه الاهداف يعني انت احدا يا دكتور عمالة تتكلمي معانا بقالك ساعة ونص وعمالة تقولي عن اه ان احنا نعمل نوع شهرين ندور هل لنا جولس هل فيه اهداف اه طبعا فيه اهداف مهمة جدا انت لما هتبتدي تلجأ لهذه الدراسات السابقة تقدر تعمل عملية تقدر تختار يعني هي دكتور يعني هتقدر تحصل على اه دراسة خاصة جدا وفي ضاية الاهمية ويونيك فريدة زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت هتقدر تحصل على حاجة جديدة لان مش معقولة بعد التعب ده كله بعد ما قعدتش اخر من الوقتك تبحس وتجمع في دراسات سابقة ويمكن اكتر كمان هتكون الموضوع ده مش مفيدة لبيرجعلك لا انت كمان بتحصل على يعني مصطلحات حديثة وكمان بتقدر ان انت اه تسري الدراسة بتاعتك في اه اه اهدفها وتقدر كمان تعمل عملية اه يعني خليها نقول اه بتدرس اه التساؤلات كل الدراسة بتطلع بتساؤل رئيسي كل ده انت عملك حطه كل ده بيزيد بيعمل عملية اه 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 لعناصر الاساسية اه وبتعمل عملية تركيز ودراستك بتقمر اكتزا واضحة فكرة انك بتبحث عن الجابس الاساسية اللي موجودة في كل دراسة كل دراسة فيها جابس اساسية بتبتدي تعمل عملية بحث عن هذه الجابس الاساسية وتبتدي تخرج منها اه يعني معلومة جديدة تقدمها اه تقدر من خلالها اه تستفيد بشكل كبير في البحث بتاع اه انا حاسة ان الموضوع سهل يمكن لاني انا تعرضت ليه كثير ولكن انت اه يعني لما اه هتبتدي تشتغل بيه اه او تبتدي تطبقه يمكن في الاول هتلاقي اه مسلا صعوبة او هتلاقي اه مسلا هل انت فهمها هل انت مش فهمها ولكن بعد شوية هتبتدي تشعر ان انت لا لنت فهمها لنت عارفها وخلينا نقول برضو زي ما بنقول كل مرة مفتركوا كل مرة ان حلقات النقاش مهمة هتساعدنا جدا في ايجادة اه يعني اجابات لاسئلة كتير ممكن لما تتفرجوا على الفيديو تبقى انتو محتاجينها اه وتبقوا عايزين اجابات وافية وكافية عنها اه انا معيكم وان شاء الله في حلقات النقاش اه هنقدر ان احنا نجاوب على هذه التساؤلات اه اللي انتم محتاجينها اه هنبثت المعلومة بشكل اكبر هي المعلومة انا شايفاها اه يعني انا حاولت ان انا على قدر مصحيح ان انا اجيب لكم اه معلومات اه واضحة واثرية اه تزيد من اه مدى اهتمامكو اه بهذه النقطة لان نقطة الدراسات السابقة او او ادبيات الدراسة هي مهمة جدا وهي يعني اه دراسة خلينا نقول انت كباحث يبقى عندك ما قبل وما بعد ما قبل تعرضت لهذه الدراسات السابقة? ما قبل رؤيتك لهذه الدراسات السابقة? وما بعد اه تعرضت لهذه الدراسات السابقة? كم المعلومات والبيانات وكم المعرفة اللي بتعود عليك انت كباحث اه من هذه الدراسات ولكن اذا تناولتها بنفس الطريقة اللي انا قلت لك عليها. اه ايت النوتس اخدمت الخطوات اللي احنا درسناها النهاردة. عملك الكلام ده كله? هتلاقيها بتعود عليك بنفع جديد وبالمعلومات كتيرة وهتعود عليك بنفع. ولكن لو لجأت الابستراكت طبعا ده خطر جدا جدا لانه هيلجأ لك او هيحطك في خطورة الاقتباس او في خطورة الصريقات العلمية اللي احنا مش عايزين نلجأ لها ولان دلوقتي مفيش مجلة علمية بتنشر لحد من غير ما تبقى تحطه في برامج الاقتباس ومعارفة نسب الاقتباس هتلاقي البحث بتاعك مرفوض ومش قادر تمشوره في اي مكان. اه سعيدتي جدا بالمحاضرة معاكم النهاردة. اتمنى ان احنا نكون ان انا اكون قدمت لكم اه محتوى مهم ومفيد. اه هنتظركوا في حلقات النقاش ان شاء الله. اه نكون مع بعض اكتر. نستفهم من بعض لو في حاجات انتو مش ههمينها. هنتظركوا ان شاء الله اه نكون مع بعض فيها. اه شكرا لكم. اه سعدت جدا اه بهذه المحاضرة. اه طلابي الاعزاء طلاب اه برنامج ماجستير الاعلام الرقمي. جامعة الجميع الذكية. اه ربنا يوفقكم ان شاء الله. واراكم جميعا في اتم صحة وعافية. اه في انتظاركم بازن الله في حلقات النقاش القادمة. ان يكون اه يعني على ارض صلبة كده. وتكونوا كلكم بازن الله تعرضتوا لهذه المحاضرة. وكتبتوا النوتس الاساسية. وزي ما وعدتوكم خلال المحاضرة ان شاء الله هيكون معينا دراسة. ان يفيد ان نطبق عليها هذه العناصر. وآآ نستفيد جميعا بازن الله بحلقات النقاش السرية. آآ استودعكم والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كانت معكم اليوم دكتورة مهيتاب الراحي. شكرا جزيلا.